ومساء الخير عليكم جميعا واهلا وسلام بكم وحلقة جديدة من برنامج يحدث في ايرلندا اه وحشتونا والله اه عندنا اخبار كتير وعندنا كلام كتير لازم يتقال اه وهبدأ الاول قبل من خش على الاخبار هبدأ بعنوين الاخبار العنوين بدايتنا وهي قرار باطفاء انظمة التدفئة في مباني الحكومة قبل ساعة الى ساعتين من موعد الاغلاق عنوان الخبر اللي بعد كده رئيس الوزراء يؤكد ان دعم الكهرباء للأسر ستكون مدفوعات شاملة وليست مستعدة الخبر التالت ليو باراتكر يحدد ثلاثة اشكال من الدعم لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة خفض خفض بالنسبة خمسين في المية للطلاب الذين يستخدمون شركات الحافلات الخاصة عرض مقترحات سن التقاعد على مجلس الوزراء قبل الميزانية الحكومة تدرس قطط الاتحاد الاوروبي لفرض ضرائب الارباح على شركات الطاقة حالة من عدم اليقين بشأن توفير سكن لمتين وواحد من طالبي اللجوء ايرلينجس تؤكد ان غالبية العملاء للمتضررين تم تعويضهم برحلات جديدة ومرة تانية اهلا وسلام بكم ومساء الخير عليكم جميعا وحلقة جديدة من برنامج يحدث في ايرلندا واخر واهم الاخبار ومعانا على الهاتف هبة الله الجماع مساء الخير هبة مساء الخير يا احمد مساء الخير عاملة ايه الحمد لله اهلا بك منورة والله منورة الحلقة والبرنامج بوجودك ووجود السادة المستمعين طبعا ربنا خليك ربنا خليك انا لسه ايل من دقيقة كده العنوين بتاعة الاخبار بس طبعا هسيبك هسيبلك انت بقى الخبر وشرح الخبر للسادة المستمعين ومعانا اول خبر النهاردة يا هبة وهو قرار بادفاق انظمة التدفئة في مباني الحكومة قبل ساعة الى ساعة من موعد الاغلاق اريد تكلمينا اكتر عن الخبر ده وتفضلي فعلا طبعا مع ازمة الطاقة الحالية وحلة عدم اليقين بشأن مدى استمراريتها ونطاقها وكده الحكومة قررت انها تاخد المبادرة في توفير استهلاك الطاقة بها هي يعني انها تبدأ بذلك وفعلا مجلس الوزراء وافق من فترة قريبة على اتخاذ مجموعة من الاجراءات بهدف توفير استهلاك الطاقة في القطاع الحكومي بنسبة 5 الى 10% الاجراءات دي بتتضمن طبعا ده الخفض تكاليف الطاقة اكيد بتتضمن ايقاف انظمة التدفئة في المباني الحكومية والعامة من ساعة لساعتين قبل موعد اغلاقها مش بس كده هي كمان الحكومة خدت قرار خفض درجة الحرارة خفض دربة التدفئة ومقدار الوقت اللي هتشتغل في انظمة التدفئة في المباني دي قدر الانجان كمان المباني العامة والحكومية هتتقوم او هتتخذ اجراءات لتقليل استهلاك الكهرباء في اوقات الظروة اللي هتطلب من المباني العامة تقليل استهلاك الكهرباء في وقت الظروة بقدر المستطاع وكمان اطفاء اي اضاءة بعيدا عن تدبير الامان يعني اي اضاءة مالهاش علاقة بالاجراءات او بالنواحي الامنية يتم اطفاءها تماما بعد الساعة 8 مساء الحقيقة الاجراءات دي في دول تانية كمان اتخذتها زي المانيا خدت قرار بتخفيض درجة الاضاءة الخارجية لبعض المباني الحكومية بس القرار اصر قلق ليه طيب ده نابة للمباني الحكومية طب المباني زي المدارس مثلا هنخفر فيها برضو لدرجة الحرارة وهنوقف عنظمة التدفئة الوزير الطاقة رد على النقطة دي وقال ان المباني زي المدارس والمكتبات المباني العامة المفتوحة لجمهور زي المدارس والمكتبات مش هتتأثر ومش هيتم التطبيق الاجراءات دي عليها بنفس الدرجة هي مبادرة كويسة في رأيي بصراحة لان اي طريقة لتخفيض استهلاك الطاقة هو مفيد احنا احنا مش عارفين احنا عندنا حالة عدم يقيم تعمة بالنسبة لوضع الطاقة في البلاد ولا عارفين هيستمر قد ايه فكويس ان الحكومة تاخد المبادرة دي هو مبادئوا بالمبادرة بس انا بصراحة يعني من الوضع واللي انا حسه الموضوع داخل يعني ايه اه اه في في الاسوأ يعني اه يعني شكل الموضوع هتطول معنا شوية يعني او شويتين كمان يعني على معطاقب من المنظر العام يعني الموضوع مش هيقض الحكومة لما بتتكلم دايما يعني المخاوف المتزايدة عن الشتا اللي جاي هنواجه ازمة انقطاع في الطاقة الحكومة دايما بتحاول تطاقن الناس ان لا ومش هنواجه ازمة بمعنى ازمة في انقطاع الكهرباء ولكن دايما معرفش ليه بينتبني احساس ان لهجة الحكومة نفسها او صوت الحكومة ايه هو نفسه خايف فيه نبرة قلق يعني حتى الرسائل الطمئنية الاطمئنان او الرسائل الطمئنة للجمهور رسائل قلقة ففعلا احنا مش عارفين الوضع هيوصل فيه فعلا حالة غموض وعدم يقين عالمية ايه مبادرة لتخفيض الطاقة لتقليل الاستهلاك هي اكيد مفيدة اكيد ربنا يستر بجد على الايام الجاية ديت والفترة اللي احنا ندخلين عليها ديت يعني ايه اه الوضع بجد يعني يقلق شوية يعني الواحد الآن يعني لحد الوقت الواحد عمالي يزق ايه كده بالعافية اه وعلى فكرة وابتدينا فعلا ان يعني اه ابتدينا حتى انا ابتديت في البيت عندنا اه ابتديت اللي انا وفر شوية يعني بصراحة يعني الحق يتقال مجدبش عليك احنا الاول كنا بنشغل اللومد عادي في اي وقت اللي مبطش بقى شغالة وبنما بناخدش بالنا اساسها اللي هي بتبقى شغالة في اوقات احنا مش 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 محتاجينها ومش بنستخدمها وحتى في في الغرفة بتاعت او الصالة زي ما يقولون عندي في المصري عندنا في كده لمبات ال اي دي بس في السقف حوالي اه اتناشر لمبة في السقف متركبين فالفترة اللي فاتت مع انهم ال اي دي وبيوفروا كل حاجة بس من كم يوم كده فاتوا بسيت عليهم كده قلت لأ الوضع اللمبات كتيرة فشلت منهم حاجات كده وسبت مسلا حوالي تلاتة او اربعة اللي هما بيدوروا المكان بس يعني مش محتاجة كمية فاللي هو فعلا اللي هو احنا عملين نوفر والله بجد وانا انا ذات نفسي بامانة يعني في شوية كده حركات بعملها وبعمل عليها فيديو على الحاجات اللي انا بعملها ديت عشان حاول اوفر اه كهرباء وحاول اخلل التدفئة جوه البيت تتول باقل تكاليف بس يعني فيها يعني بيبقى فيه اه حاجات بسيطة كده يا تغييرات بسيطة بتفرق بس الفرق اللي اللي بنعمله اه بعد اسبوع مثلا من الفرق اللي بيحصل دوته ونقول ايه ده طب تمام بدأ عملت فرق شوية كده تبصت لهم هما رفعين السعر التاني فكل اللي الواحد عامل دوت بجد ما ما فادناش باي حاجة يا فربنا يستر بجد يعني احنا بنعمل اللي علينا بجد ربنا يستر هي كده الحكومة خدت مبادرة واظن ان كمان واجبنا كلنا ان احنا نتخذ مبادرات شخصية زي اللي انت حكيتها عندك اه ان برضو كل واحد فينا يقدر يقوم باللي يقدر عليه على الاقل حنوفر للصواتير الصواتير عبالة تعلى صح صح وحنتكلم احنا عن شركات الطاقة بعد شوية والصواتير اللي بتاعلى اه بس على الاقل يعني هي على مستوى المادي وكمان اه حفاظا على الطاقة ايوة ايوة اه لا ان شاء الله هنعمل فيديو نعايز بس افكر السادة المستمعين ان لان اوقات يعني اللايف لما بيبقى على الفيسبوك اه الناس بتبقى وراها اشغال مثلا او بيعرفواش يقود على الفيسبوك يكملوا اللايف معنا فانعايز افكر او اذكر السادة المستمعين ان الحلقات بتاعتنا دي بعد ما بنقلص اللايف دلوقتي اه بتترفق على اليوتيوب بكتير او بكرة هتبقى موجود على اليوتيوب على احمد سامير ايرلند هنحط اللينك بتاع الحلقة كاملة اه على الصفحة بتاعتنا ايرلندا بالعربي اه فللي مش هيلحق او اللي ما عندوش وقت يساعده يتفرج على حلقة الناهاردة اه او الحلقة اللايف اللي شغالة دلوقتي ممكن يسمعها كاملة متكاملة وهو رايح الشغل مسلا واحاجة هتبقى موجودة على اليوتيوب ان شاء الله وهننزلها برضو على كم حاجة كده برضو صوتية لان احنا طلعين صوت بس النهاردة وهنحط اللينكات بتاعتنا ان شاء الله على الفيسبوك وعلى الصفحة بتاعتنا طيب هيبة ده خبر الكهرباء النهاردة هنخش على الخبر اللي بعديه اذا سمحت وهو رئيس الوزراء يؤكد ان دعم الكهرباء للأسر ستكون مدفوعات شاملة وليست مستهدفة ياريت توضح لنا اكتر الخبر ده بعد اذنك الحكومة طبعا كانت اعلنت من فترة ان حيتم صرف او تفعيل اقتمان على فواتير الكهرباء خصم من فواتير الكهرباء كان نوع من المساعدة للناس على تحمل الفواتير المرتفعة واللي عمالة ترتفع كل فترة فرئيس الوزراء مايكي مارتن اعلن ان دعم او اقتمان الكهرباء هيتم تفعيله قبل الكريسماس وكمان خلال العام المقبلة واركز مارتن في كلامه عن ان الدفعة او الاقتمان ده هيبقى شامل مش هيبقى موجه لفئات معينة كمان مارتن قال ان الحكومة بتدرس مجموعة من التدابير الاخرى لخفض التكاليف اللي بتفرضها الدولة التكاليف العامل اللي بتفرضها الدولة زي تكاليف على الرعاية الصحية على التعليم برضو كمحاولة لمساعدة الناس على مواجهة الاعباء المتزايدة حاليا برضو مايكي وزير مايكي المجرى اعلن ان مجلس الوزراء بيدرس مجموعة تانية من الخيارات والتدابير بشأن اجراءات المساعدة في تكلفة المعيشة وان فعلا طلب من جميع الوزراء وجميع الوزرات ان يقدموا مقترحتهم في هذا الصدد مايكيل مارتن رئيس الوزراء كان اتكلم في نقطة كان فيك تراح كده من فترة طلع ان يتم تجميد حد اقصى لفتورة الكهرباء يعني ان فتورة الكهرباء توصل لحد اقصى معين ما تزدش عنه يتم تجميد السعر بس هو مارتن استبعد المقترح ده تماما وقال ان من الافضل ان احنا نساعد الاسر على تداد فواترها ايا كانت من اننا نعمل اجراء زي ده وقال ان احنا دلوقتي ازمة الطاقة مش عارفين حتستمر قد ايه ولا مداها هيوصل لايه من طاقة هيوصل لها قد ايه وبالتالي احنا لو عايزين نعمل حلول فعلية ونساعد الناس لازم الحل ان نكون ضمنين في الاستدامة هو شايف ان وضع حد اقصى او سقف زي كده المملكة المتحدة ما عملت ان يتحط سقف اعلى لأفعال فواتر الطاقة ان ده مش الشرط مش حل قابل للاستدامة ان احنا فعلا يعني الكلام ده لو كانت الازمة معروف لها مدى احنا مش عارفين هتستمر قد ايه فهو شايف ان الحل ده مش الحل العملي اللي ممكن يتم اللي جوب مجليه بالنسبة للاقتمان القهرباء ده اللي تكلموا عنه مصادر تمويله بعد والنقطة جي مهمة وحنتكلم عنها بالتبطيل في خبر بعد كده مصادر تمويل مايكل مارتن قال ان حاجة باللي فيه اما ان حيتم تمويلها من خلال المبادرة المقترحة من الاتحاد الاوروبي اللي هي مخصصة بفرض ضرائب على الارواح غير العادية او غير المتوقعة لشركات الطاقة وحنتكلم زي ما بقولك حنتكلم عنها بالتفصيل اللي حقا اما حيتم تمويل هذا الاقتمان من خلال الضرائب دي او ان الحكومة نفسها هي اللي حتموينه من اللي زانية او من فقد اللي زانية هنشوف اذا كان المقترح حيتم تمريره المبادرة الاتحاد الاوروبي ولا لا برضو مارتن ما يعني ما غادش عنه نقطة مهمة جدا دلوقتي ازمة الطاقة مش بتعاني منها الافراد والمنازل بس الشركات كمان الشركات اتكلمت اكتر من مرة ان عندها قلق ومخاوس ان ازمة الطاقة تأثر على قدرتها الاحتفاظ بالعمالة ممكن تقلم العمالة عشان تقلم استهلاك الطاقة طبعا ده كده احنا متعرضين لخطر جديد خطر فجدان الوظائف فمايك مارتن اتكلم ان لأ لازم هيكون في خط الدعم لمنع ذلك من الحدوث لمنع تعصر الشركات واضطرارها لتقليص العمالة برضو النقطة دي ايجابية وخيصة وحنشوف احنا عندنا دلوقتي لو تلاحظ دقالنا فترة طويلة عاملين نسمع عن حزمة تدابير تدابير لدعم اتمان الطاقة تدابير لغلاء المعيشة يعني عندنا وعود كثير قوي 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 اتمنى فعلا ان الميزانية لما تم الاعلان عنها وبدأ تنفذها على ارض الواقع ان احنا فعلا الميزانية تقابل هذه الوعود لان لو ده محصلش لو الميزانية جت باقل من المتوقع انت هتضيف للازمة الحالية ازمة احباط هتواجه ازمة احباط وغضب كبير جدا انسان الناس مش متحملة اتمنى فعلا بالضبط فاتمنى فعلا ان التدابير دي يتم تنفذها على ارض الواقع ويكون فيه تدابير تانية كمان كمان انا قلنا من حاجة تانية هي التدابير دي كلها مناسبة قوي وممكن تكون كويسة وممكن يكون فيه تدابير تانية في خطة الحكومة تعلن عنها بس هي كلها بتتكلم عن اللحظة الراهنة وعن الوقت الحالي ماذا لو ايجا الازمة تفاقب هنشوف ربنا ربنا يسطر بجد ربنا يسطر على اليام اللي جاية ديت واليام اللي احنا فيه خير بإذن الله ربنا يساعد هناخد بريك صغير كده هيبة هناخد بريك يا دوبك ثواني كده ونرجع تاني للسادة المستمعين احب اذكر السادة المستمعين ان حلقة النهاردة اللي تفرج عليها لايف دلوقتي هتبقى موجودة على قناة اليوتيوب ان شاء الله هنحطها لك برضو على الصفحات بدايتنا بحيث اللي مسمعش الحلقة كاملة يقدر يخش على اللينك بتاع اليوتيوب ويتفرج عليها ونرجع ونروح لفاصل ونرجع بعد ثواني ابقوا معنا اشتركوا في القناة ونرجعنا لكم مرة تانية من الفاصل وهاخد بس شوية كومنتات كده جميلة على صفحتنا ايرلندا بالعربي على الفيسبوك في نينا احمد بتقول هاي فروم دوبلين اهلا وسهلا نينا في عبد الناصر جمعة لما اعتقد بقول مساء الخير مساء الخير يا عبد الناصر فيه اجام مساء الخير معلش يا جماعة لو انا بقولي الاسامي غلط سامحوني والله بجدل هنا في اسامي من كل بلاد الدول العربية الجميلة بتاعتنا ففي اسامي احنا ما مش هننطقها بالطرية بتاعتهم فسامحوني لو بنطقها غلط يعني انا اسف يعني وفي نينا احمد بتقول مساء الخير من دوبلين تاني بالعربي وفي عبد الناصر بيقول اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا عبد الناصر مساء الخير نينا احمد بتقول اهلا مساء الخير اول مرة احضر نينا احمد تاني بتقول حلو قوي شكرا جدا على البرنامج والله حلو قوي متشكرين جدا يا نينا يارب يكون الناس كلها مستمتعة بالحلقات بتاعتنا محمد الوحشي مساء الخير يا محمد محمد الساحلي على ما تجب بيقول من وين هزا الكلام في شيء مكتوب هزا وين الكلام طيب يا محمد فيه لو انت ما بتشوفش الاخبار بتاعتنا على ايرلندا بالعربي ممكن تخش على الاخبار كلها كل الاخبار بتاعتنا اللي جاية من مواقع رسمية ايرلندية وتحت كل خبر بيبقى فين مصدر بتاع الخبر دوت ممكن تخش تشوف المصادر بتاعتها محمد العربي قريدي رد عليه شكرا يا محمد على الرد الجميل دوت في نينة ابو زيد بيقول مسال خير مسال الفل منور انت وديوفك ربنا يخليك ربنا يخليك ميشو ده ميشو ربنا يخليك ميشو والله ليك وحش والله نينة احمد بتقول ممكن حل مؤكد تحديد سقف الفواتير والله يا نينة احنا كلنا بالنادب تحت تحديد سقف الفواتير فيارب يسمع من بقك ربنا دي بعض الكومنتات الموجودة على صفحة ايرلندا بالعربي وزي ما قلتلكم افكركم مرة تانية الحلقة بتاعتنا بتبقى موجودة على اليوتيوب لو حابين تخش على اليوتيوب وتتفرجوا عليها تاني هيبة معانا معلش هيبة قلت بس اقرى شوية كومنتات معانا تمام معاك ايضا ماشي الخبر اللي بعد كده هيبة بيقول ده الخبر جميل بصراحة اللي هو بيقول خفض بنسبة خمسين فان مية للطلاب الذين يستخدمون شركات الحفلات الخاصة يريد تفضلي وتشرح لنا الخبر ده بتفضلي فعلا الخبر ده ايجابي جدا الحكومة من فترة كانت اعلنت عن خفض النسبة خمسين فان مية للشباب اللي على وسائل النقل العام للشباب اللي بتتراوحق عمرهم من تسعتاشر لتاتة وعشرين عام ده كان على وسائل النقل العام مؤخرا الحكومة وسعت نطاق هذا المخطط وخلته كمان دخلت فيه الحفلات الخاصة وسائل النقل الخاص وفعلا وزير النقل يامان عيان اعلن ان الطلاب اللي بيحملوا بطاقات يانج أدلت وستيودينت بليد هيستفيدوا كمان من خصم خمسين في المية برضو على اسعار النقل مع خدمات الحفلات الخاصة المخطط ده برضو من مستو انه هو بيشمل حوالي تلاتين مشغل حفلات خاصة يعني هتلاقي فيه جوباس هتلاقي فيه دوبلين كوتش سيتي دايريكت وغيرها تلاتين مشغل للحفلات الخاصة فكده المخطط ده التسع جدا بقى مفيد جدا طبعا لهذه الفئة العمرية المهمة وبصراحة يعني يعني بالشيء بالشيء يسكر اي شيء او اي مساعدة يعني الحكومة تقدمها للطلاب هتبقى عظيمة الفائدة جدا بيهم الطلاب بكل اسف من ضمن الفئات يعني اللي بتعاني معاناة شديدة بالازمة الحالية مش بس في النقل مش بس في النقل يعني خليني هنا افكر نفسي وافكرك وافكر أستاذ المستمعين ويعني وأتمنى كمان من الصوت ما يوصل للحكومة الطلاب بيعانوا من يعني فايدة قول مأساة اسمها نقص السكن الطلابي خلينا برضو ننوه عن النقطة بما اننا يعني بنتكلم عن الشباب والطلاب احنا دلوقتي عندنا طلاب مختاربين من اماكن بعيدة جدا عندنا طلاب دوليين عندنا ازمة حقيقية وقوية فجاءت سكن جامعي او سكن طلابي الطلاب مش لقينين اماكن يسكنوا فيها ده يأثر على مستقبلهم يعني خرجت علينا تقارير كتير بتتكلم ان في طلاب قالوا صراحة احنا لو ملقناش سكن في المنطقة قريبة من الجامعة احنا هنضطر نأجل دراستنا وتخيل الوضع وصلتين حيضطروا يضيعوا على نفسهم ممكن سنة سنة كاملة سنة دراستية طلاب تانين في احدى الجامعات بعتوا رسالة مفتوحة لإدارة الجامعة ان يتحولوا للتعليم التعليم عن بعد لانهم مش لقين مكان مش لقين قوضة يسكنوا فيها حيكملوا تعليمهم ازاي طيب لو مثلا حولوا التعليم عن بعد طلاب ما عندهمش ما عندهمش يعني الطاقة او خدمات الانترنت كافية او مناسبة انهم يدرسوا عن بعد طب بل هيعملوا ايه؟ كمان في طلاب دوليين حيتحرموا فعليا من فرصة استكمال تعليمهم في ايرلندا فالحكومة لازم تنتبه من النقطة دي الطلاب في اعلان مظلومين صح 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 انا بس حبيت انوه الشيء بالشيء يوسكار فحبيت بس انوه عن النقطة دي اللي فعلا لازم كلنا نتكلم فيها دايما والله يا حقيقي الشباب بجد يعني في العام يعني مش بيش في الدراسة بس يعني كل الشباب اللي هم من العمار عشرين سنة وانت طالعة كده يعني حتى اللي درسوا واللي خلاص دراسة واللي ما كملوش دراسة هم اكتر ناس بجد بقوا مظلومين في البلد بالذات هنا يعني اكترية الناس اللي هم حتى الكبار اللي هم وصلوا لسن الخمسين وستين كل الناس ديت عرفوا ويدبروا حالهم وكل واحد بقى عنده بيت يما الاسعار كانت لذيذة ولطيفة ولحاجة جميلة يعني دلوقتي حتى حتى لو حتى ما عافلوا اساسها ما فيش بيوت فهمني هم عملين يبنوا وشغالين في البناء انا شايف كده بصراحة يعني انا نلاحز انا من نوع بسافر ماكن كتير في الشغل بتاعي فببص في كل مكان بروحه بشوف بلاقي فيه بلد ان سايت وشغالين بيبنوا على قديهم ورجليهم بس بصراحة في الواقع الحاجة اللي انا متأكد منها ان مهما مبانوا كمية السكن اللي بتتبني دي مش مكفية بصراحة انا حس اللي مش تكفى حد يعني كلا بالنسبة لطالب الايجار غالي ايجارات غالي يعني الطالب يدور على اوضة يسكن فيها بس مناسب لي دي يعني بقت مغامرة بقت نقسان ومتعلقوا بمستقبلهم ربنا يكون فقونهم بجد ويوقعهم وربنا يستر على يام اللي جاية ديت طيب الخبر اللي بعد كده بيقول الحكومة تدرس خطط الاتحاد الاوروبي لفرض درائب الارباح على شركات الطاقة هو ده النقطة اللي كنت بقولك ان احنا هنتكلم عنها بالتفصيل لاحقا الاتحاد الاوروبي بيدرس خطط لفرض درائب على الارباح غير المتوقع او غير العادية لشركات الطاقة اللي حصل ببساطة ان شركات الطاقة رفعت فواترها تقريبا كلها رفعت اسعارها اكتر من مرة وكانت السبب او العذر اللي بيقولوه دايما وهو عذر حقيقي ان اسعار الطاقة زادت زادت بشكل كبير وانه هما حاولوا يأجلوا الزيادات او تحميل المستهلك لعبء الزيادات دي قدر الانكان لكن هما ما يقدروش اكتر من كده فبدأوا يرفعوا اسعار فواتير الطاقة ومع ذلك الشركات دي حققت ارباح خلال الفترة اللي فاتت نهولة ارباح ضخمة جدا لدرجة الدرجة دفعت وزراء الطاقة في الاتحاد الاوروبي ان هما يدرسوا فرض ضرائب على الارباح دي لانها فعلا ارباح كبيرة ارباح غير متوقعة كمان يعني الارباح دي ممكن لو تم فرض ضرائب عليها الدرائب دي هتم اوجهها لمساعدة الناس اللي فعلا بتعاني من من فواتير الطاقة فعيسى الوزراء اعلن تأييده للخطوة جدا ومش بس كده هو المفروض ان الاتحاد الاوروبي وزراء الطاقة في الاتحاد الاوروبي حيوقعوا على الاتفاقية دي بس بعد الميزانية في ايرلندا يعني التوقيع او الاجتماع بقى حيتم يوم 28 تسعة احنا عندنا الميزانية طبعا هتعلن بإذن الله يوم 27 ومع ذلك الحكومة الايرلندية بتفكر جدا انها تاخد المقترحات دي في الميزانية تضمنها في الميزانية وتفرض هي الدرائب دي بحيث ان يتم توجيه عائد الدرائب للمساعدة في فواتير الطاقة زي ما قلنا في الخبر اللي قبل كده ان يتم تمويل دعم اقتمانات القهرباء او لو هيقدموا دعم اضافي او اقتمانات اضافية على الفواتير الطاقة تبقى ممكن يستخدموا الحصيلة الضريبية دي للتمويل ده بحيث ان الدرائب دي تعود فعلا بالنفع على الناس فحنشوف هيعملوا ايه خبر يعني يعني الى حد ما خبر معقول كويس معقول بس اللي هو ايه يعني فيه اخبار جميلة اوه معقولة اوه اخبار كويسة جدا بس الواحد بيبقى منتظر كده طب امتى طيب فين مفيش حاجة علينا طيب ينتظر خطوة على ارض الواقع بالزبط عليك نور عليك نور طيب الخبر اللي جاي بعد كده اللي هنتكلم عنه بعد الفاصل هناخد فاصل برضو سريع كده ونرجع تاني معاك يا هيبة اللي هو حالة من عدم اليقين بشأن توفير سكن لميتين واحد من طالب اللجوء ومن خلال عشان قاتل الخبر ده برضو واحنا بنتكلم عن الخبر دوت كنت عايز بس يعني فيه نداء كده عايز اسأل اي حد من الاخوة الاصدقاء اللي صفح عندنا في ايرلندا بالعربي او اللي بيتفرجوا على قناة اليوتيوب بتاعت احمد سمير الناس اللي بتتفرج علينا او بتسمعنا دلوقتي لو اي حد منكم او اي شخص من طالب اللجوء في ايرلندا وبالذات اليموني اللي احنا فيهم دول يريد يتواصل معايا كنت عايز اسجل معاها مكالمة هاتفية او لو عايز يعمل مداخلة تليفونية في البردامج بتاعنا عايزين نسأل عن اخبارهم عن اوضاعهم اللي بيحصل معاهم عن الازمة السكن اللي بتحصل الوضع بتاهم عامل عايزين نتطمن عليهم وفي نفس الوقت برضو ندي خلفية للناس لانه بيجي لي رسائل وبيجي لي تعليقات كتير جدا على قناة اليوتيوب على الحلقة بتاعت اللجوء في ايرلندا كنت عامل حلقة لجوء في ايرلندا وكل اللي بيتفرجوا عليها في اسئلة كتير جدا تخص اللجوء والحلقة ديت لما كنت عملتها ما كانتش الازمة بالطريقة اللي احنا فيها دي والكلام ده كان قبل الحرب فالوضع مختلف تماما دلوقتي بالنسبة للجوء فانا حابب اعمل حلقة مختلفة تماما عن اللجوء في ايرلندا ونتكلم فيها عن الوضع اللي حاصل دلوقتي خاصة بعد الحرب بتاعت اوكرانيا وروسيا والاوكراني اللي بيجوا ايرلندا والساكن بتاعت اللاجئين وكل الكلام ده فحابب اسأل لو فيه اي حد من السادة المستمعين او المشاهدين ياريت بعد ازنكو لو اي حد الطالب لجوء في ايرلندا وعيش في ايرلندا في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي ياريت يكلمنا يتواصل معنا لو يبقى حاجة جميلة جدا لو حابب تعمل مكالمة هاتفية وتشرح لنا وتشرح للناس اللي حابة تقدم او اللي بتفكر تقدم لجوء في ايرلندا تعرفهم الموضع عامل ازاي هناخد بريك حوالي ثواني معدودة ونرجع لكم تاني ابقوا معنا مع احمد سمير وهبط الله جمع ويحدث في ايرلندا اهلا بكم مرة تانية اه اعزنا المستمعين ويعايز افكركم اه مرة تانية ان الحلقة بتاعتنا اللي موجودة لايف دلوقتي على الفيسبوك بتطلع بتتحط بتبقى موجودة على اليوتيوب احط لكم لينك اليوتيوب على الصفحة بتاعت ايرلندا بالعربي مرة تانية النهاردة والحلقة هتبقى مرفوعة هتبقى موجودة من بكرة ان شاء الله على اليوتيوب لو حد حابب يدخل ويتفرج عليها مرة تانية او يسمع الاخبار دي مرة تانية اه نرجع تاني لهيبة ونتكلم عن حالة من عدم اليقين مرة تانية بشأن توفير سكن لمتين وواحد من طالب اللجوء في ايرلندا تفضل ياهيبة اللي حصل ان في حوالي مية وتلاتين من طالب اللجوء وفدوا مؤخرا على ايرلندا بس للأسف ودارة الطفولة والاندماج اعلنت ان ما فيش اماكن لاستقبالهم وان الاماكن المتاحة وصلت لطاقتها الابتعابية القصوى طبعا دي كانت مشكلة جبيرة وللأسف اضطر ان طالب الجدد هؤلاء ان هما يريبات وللاتهم في ظروف شديدة القصوى وشديدة الصعوبة مجلس اللاجئين الايرلندي حاول قدر المستطاع ان هو في اليوم وصلهم يوجدهم اي اماكن حتى لو هيفه استيعابوا لو جدء منهم في اماكن معقولة بس للأسف ما قدرش اي حاجة وكان وضع صعوب جدا كل اللي قدر المجلس يمنه انه اعلن فتح المكاتب بتاعته الاستقبال يعني العدد الممكن قدر الامكان منهم ان هما يرتاحوا في المكاتب دي لأوض يعني الليلاتهم الوزارة اعلنت ان هما سيتم استيعابهم في المجمع او حرم ابوت كاون الرياضي في دوبلين بس جاء تاني يوم قالت ان للاسف المجمع لا تستطيع تجهيزاته فصارده يباته ليلة تانية كمان تنصف ظروف شديدة في القطوة بعد الوزارة يوم الجمعة اعلنت ان حقيقة ده توفر مأوى لطالبي اللجوع اللي كان وصل عددهم لمثل وواحد وقالت انها هتقدر توفر لهم اماكن وان فعلا فالت جزء منهم نقلتهم لمركز ويست سيتي في دوبلين بس احنا ما نعرفش بالضبط العدد اللي تم ايواقه او اللي تم كسكينه في اماكن اقوامة احنا الغير الوقت ما عندناش يقوين حاول العدد كان بالضبط وهل تم اخذ اخذ كلهم ولا لا كل اللي عملته الوزارة ان هي قالت ان ما تم توفير مكان اللي سكنوا يبعث رسائل بالبريد الالكتروني بشكل يومي بحيث ان اول ما يتوفر مكان يتم تسكنه بس يبقى الوضع ان احنا عندنا عدد منطلبي اللجوء محنش عارفين هم ما قد ايه ما نعرفش وضعهم ايه ما نعرفش تم تسكنهم تم توفير مكان اقامة ادامي لهم ولا لا هي دي المشكلة باختصار ان في 200 ملاحة منطلبي اللجوء الواخدين مش عارفين وضعهم استكني او وضع الاقامة بتاعهم هيبقى شكل قليل بالزبط بالنسبة اللجوء برضو احنا نتكلم على اللجوء بعض الاسئلة برضو بتيجي على الصفحة سواء على الصفحة أو على القناة على اليوتيوب الناس كتير بتستفسر بيقولوا هل اللجوء مفتوح هل هم قفلوه عشان مفيش اماكن الناس تنام فيها هل هو بيلاغوا اللجوء للناس الجديدة مفيش حاجة اسمها الكلام ده جمعة اللجوء مفتوح للجميع بغض النظر انت جاي من دولة فيها حرب مفيش حرب مفيش الكلام ده اللجوء كله مفتوح والمكتب بتاع اللاجئين مفتوح والناس اللي بتقدم لجوء في المطار مفتوح ليهم مفيش حاجة اسمها يقفلوا باب اللجوء في ايرلندا النصيحة النصيحة هنعايز النصيحة دي اللي برددها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وخمسمية كل ما بتكلم او تيجي سيرة اللجوء في ايرلندا بقول النصيحة دي دايما يا جماعة اللي يجي قدم لجوء في ايرلندا مفيش حاجة اسمها اقطع البسبور او اقطع اي ورقة تدل على انا مين لو معك بسبور لو معك اي حاجة تدل على انت مين او منين لازم تقدمها صدقوني دي هتوفر عليكم وقت طويل جدا انت لو ما تيجي في ايرلندا او تيجي او تروح اي دولة اوروبية تقدم على لجوء وتقول انا هقطع بسبور عشان ما عرفوش انا منين والكلام دوت انت للاسف هتضطر هتقعد في لستة اللستة ده تمكن تقعد سنة سنتين تلات سنين عشر سنين خمس سنة لان ما يعرفش انت مين لازم يعرف انت مين وجاي منين الاول قبل ما يديك اي حاجة او اي ورق او اي كلام ده انت بص اكتر حاجة يديه لك اللي انت تبقى محطوط على الهول ده كده وتفضل تعدي في ايام واسابيع وسنوات فنصيح يا جماعة بعد اذنكم لو تيجي تقدم لجوء بغض النظر مش لازم بلدك يبقى فيها حرب مفاجح حرب انت ممكن تبقى جاي تقدم لجوء لأي سبب مما مش مهم يعني بس لازم يبقى معاك وثيقة تدل انت مين انت توفر على نفسك وعليهم وقت طويل هم بيحولوا يبحثوا ويعرفوا انت مين فده لما انت تطول الوقت ده وتطول المدة وتفضل منتظر بقى بالسنة والسنين الله عالم لحد ما يعرفوا انت مين فانت وفر عليهم الوقت ده ووفر على نفسك كلهم انا فلان فلان انا جاي من البلد الفلانية وانا عايز اقدم لجوء عشان السبب الفلاني كذا 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 فبعد اذنكم ياريت يعني ده نصيحة كده اخوية اللي يجي يقدم لجوء يخلي معاك اصبور او يخلي معاك اي وثيقة تثبت شخصيته ااسف يايب على التطويق على التلام بالعاقصة نصيحتك مفيدة جدا ولازم يعني دايما يحطوها في الاعتبار اي حد بعيد يقدم لجوء لايرلندا او لاي مكان فعلا يحط في الاعتبار يسهل على نفسه على الاقل الاجراءات بالزبط لان فعلا طول ما هو مفيش اي اوراق مفيش اي وثائق الدولة مش هتقدر تعمل اي حاجة ولا هتقدر تقنن وضعه او تخليه قاعد في الدولة بشكل قانوني الا لما تعرف مويتك تعرف وضعك ايه بالزبط بالزبط ان شاء الله بإذن الله مهمة ما عليش ناسف لا ان شاء الله بجد بإذن الله الفترة اللي جاية ديت هنحاول نتواصل مع اي حد من الناس اللي قدمت لجوء في ايرلندا وان شاء الله نعمل حلقة جديدة عن اللجوء والتطورات وكل الكلام ده ونبقى نخلي الناس تتعلم من باضيها ويستفادوا من بعض طيب الخبر الاخير اللي معايا على ما اعتقد الاخير على ما اعتقد لو انا غلطان صححي خبر لا هو فيه اوكي تفضل الخبر بتاع ايرلنجس ايرلنجس تؤكد ان غالبية العملاء المتضررين تم تعويضهم برحلات جديدة اه وفعلا شركة ايرلنجس للطيران يوم السبب الماضي اتعرضت لمشكلة تقنية انقطاع الاتصال من مدود الشبكة في المملكة المتحدة المشكلة دي اتسببت ان فيه 64 رحلة من الشركة تم انغاءها طبعا ده اثر على عدد ضخمة او عدد كبير جدا من العملاء وتسببت في مشاكل كبيرة الشركة قدمت اعتذارها طبعا للعملاء وقالت تاني يوم ان تم استقناف جدولها كالمعتاد واتغلب على المشكلة وان العملاء المتضررين من اللي حصل يعني تم اعادة جدولة رحلاتهم او اعادة وضعهم على رحلات بديلة واللي منهم حابد او عايز يسترد امواله سعلا بيتم معالجة طلبات استرداد ثمن الرحلة وذي ما بقولك قدمت اعتذارها وكده كان المشكلة دي تسببت ان فيه عدد من الحقائب تم فقدانها وقالت ان فريقها بيعمل على استعادة الحقائب دي في اقرب وقت ممكن ومعالجة المشكلة كان تردد ان ايه السبب وراء الانقطاع ده وخصوصا ان الشركة نفتها قالت ان ما وجهتش مشكلة تقنية زي دي قبل كده جديد بس الشركة بس الشركة نفت ان يكون السبب هجوم الالكتروني متعمل نفت ان يكون ده السبب وقالت ان بيحصل دلوقتي ان بيتمح على التحقيق بالسبب الدقيق لهذا الانقطاع ومحاولة تفاديه بعد كده بس ختم اختفت كلامها بان ما فيش ما يضمن ان ده يقررش دي كانت المشكلة بالتصوار وطبعا زي ما قلناك توجيه بالتصوار للعملاء المتضررين ده سوى فعلا المصير للقلق في الموضوع ان ما فيش يضمن عدم تكرار ده خصوصا ثمان ان الشركة قالت ان العطل ده افتر على شركة كاميرا حقيق ده كانت مشكلة كبيرة هو للأسف هو للأسف قطاع الطيران بقاله فترة لو تلاحظ يعني القرونة قطلت الدنيا فترة طويلة جم يتعرف من الاغلاق ده حصلت مشكلة او قزمة مطار دوبلين اللي كلنا عارفينها واللي كان فيه شبيه ليها في مطارات تانية كمان حول العالم جثت دلوقتي لمشكلة بتاعة ايرلينج الكطاع اللي ممكن يتكرر تفي يعني كطاع الطيران بيعاني نضيف على ده ثمان كليس الطاقة اللي طبعا اثرت على الرحلات واثرت على الصفوع كطاع الطيران وخلينا نودع رحلات كانت شديدة بالجاذبية باسعار ذهيدة جدا للأسف مش هنشوفها تاني لان طبعا الرحلات استفعت اسعارها بسبب نعم كان في رحلات كان في رحلات بتطلع بخمسة يورو اللي بخمسة يورو دي دلوقتي مش عارف حاجة وستين يورو اللي كانت بتطلع بخمسة يورو بس دلوقتي دخلت على للأسف للأسف فعلا فهو القطاع طيران فعلا بيعاني من أزمات متعددة ومتتالية مؤخرا للأسف للأسف دي كل أسف أي هو ده كان الخبر الأخير بيعاني هبة ولا كان عندك خاص لا كان فيه برضو خبر ثاني كان معي كان بيتكلم المرة عن السادة بارسل احنا اتكلمنا عن الشباب وبنتكلم دلوقتي عن البدير على سنة التقاعد وزيرة الحياة الاجتماعية اللي عنوان الخبر عرض مقترحات من التقاعد على مجلس الوزراء قبل الميزانية الخبر مفاده ان وزيرة الحمال الاجتماعية هيسر هانفل اعلنت انها تقدم مقترحات بشأن سنة التقاعد للحكومة وده قبل الميزانية يتناقش قبل الميزانية المقترحات دي عبارة عن ايه ان يتم يتم رافع سنة التقاعد بمعنى الناس اللي اوفاكت على سن التقاعد ووضعها الصحي وعندها الرغبة ان هي تكمل في العمل انها فعلا يسمح لها بالعمل بعد سن التقاعد ده طبعا هيؤدي لزيادة المعاش التقاعد فحيعود بفايدة كبيرة عليهم كانت مفاوضية التقاعد والمعاش كانت قدمت تقرير في شهر اكتوبر الماضي اوصت فعلا بان سن التقاعد في الدولة يتم رافعه بمقدار ثلاث شهور كل عام اتداء من 2028 لغاية ما يوصل ل67 عام يبقى سن التقاعد في عام 2031 وبعد كده زيادته تدريجيا ل68 عام يعني نوصل بسن التقاعد لغاية 68 عام احنا عاديين معاكو مش رايحين حتة احنا عاديين معاكو ادوا للشباب فرصة بدون وحاجة خلي الناس تخش في المقابل لجنة الحماية الاجتماعية في البرلمان اوسط بالعكس اوسط بقاء على سن المعيش التقاعد الحكومي عند سن 66 ومن جاهته مايكل مارتن رئيس الوزراء اعلن تأييده لإبقاء سن المعيش انه ما ميزدش فينا عن 66 جميل جميل 66 الحكومة بالضبط 66 مناسب بس في ناس كانت بتطالب تعلن بان سن المعيش شديد بان متوسط الاعمار زاد الوضع الصحي في ايرلندا كويس يعني الناس اللي عندها القدرة والرغبة اللي هي تستمر في العمل اللي يسيبها عشان يبقى معاشهم اكبر على الاقل او لنواحي نفسية مثلا وفي احدى المتاجر الشهيرة خدت المبادرة فعلا وفتحت سن التقاعد عندها هي وضعتين النظر والاتنين على يعني في قطيهم منطق فالحكومة هتناقش المقترح ده وهتناقش تقرير اللجنة وحنشوف هتقرر ايه قبل النظام ايه ربنا سهل ربنا سهل في ناس هتلاقي في ناس مبسوطة من السن اللي هو 66 ده وتلو ايه يعني الشوية اللي فضلين دول بقى ايه اطلع كده امبسط شوية استمتع بحياتي بس في ناس تانية بتفضل العمل في ناس عايزة تعد الله أعلم هلا كوفر كم زنة الهين بلا عدي هم اي حاجة لا بيبهرج على فكرة يعني الله أعلم في ناس فعلا في ناس ده حقيقة يعني أنا عرف ناس والله بجد الموضوع مش موضوع اللي هم عايزين فلوسة ويحويشوا فلوسة كلام ده في ناس ما بتعرفش تقعد في البيت من غير شغل اه في ناس لازمة تطلع تروح تعمل حاجة يعني حتى لو ما فيش شغل لهم طلعين كده ما بيعضوش يعني ما بي مش مستحملين القعد طيب ده كان آخر خبر على ما أعطاك تسح ولا أنا ولا أنا في حاجة وعت مني لا هو فيه خبر كمان وفيه نقطة حابة في الآخر أبكلم عنها زود دالي الخبر اللي عندي بيقول نائب وقس الوزراء ليو بارتكار بيحدد يحدد ثلاث أشكال من الدعم لمواجهة مشكلة ارتفاع تكلفة المعيشة ده العنوان الرئيس المتمن خوار بيتكلم عن أن الحزب حزب مقدم مقترحات تحديداً ثلاث أشكال أو ثلاث حزم من الدعم للتخفيف على الناس في أعداء ارتفاع الفواتير وتكلف المعيشة الثلاث أشكال اللي الحزب بيلاقشها تمهيداً يعني العرضها على الاقتلاف الحكومي بتتمثل تحديداً أولاً أن يتم توفير حزمة مساعدة أخرى لفواتير الطاقة الجيد في النقطة دي أن الحزب أخذ في اعتباره مش بس الأفراد الشركات كمان مشكلة الشركات اللي تكلمنا عنها في أول الحلقة والمعاناة اللي بيعانوها بسبب برضو تكاليف الطاقة فالحزب أخذ في اعتباره الشركات والأفراد أن يتم إضافة حزمة أو تدابير التانية لمساعدتهم على تحمل الأعباء الشكل التاني من الأشكال الدعم حزمة ضريبة الدخل بمعنى الناس اللي هتحصل على زيادات في أجورها طبعاً في ظل الوضع الحالي يعني كل إنسان في أمس الحاجة لكل يورو زيادة على مرتبه بس المشكلة أن الناس هتدفع ضرائب ممكن تكلفها زيادة عن نص الزيادات الجديدة يعني ممكن يلاقي نفسه حيثها ضرائب تقططع من الزيادة الجديدة دي نصها مثلاً فبراكار اتكلم أنهم عايدين يقدموا مقترحات بحيث أنهم يحافظوا للناس على الزيادة دي خصوصاً في الصياق العام في الصياق الحالي صياق غلاء المعيشة وأزمة فواتير الطاقة أنهم يساعدون منهم تعلن يحسوا بقيمة الزيادة دي في مرتبتهم الحزمة الثالثة دي مستهدفة أو خاصة بالفئات الضعيفة للمتقعدين لمقدمي الرعاية للأشخاص دول الإعاقة الفئات الأكثر ضعفاً يعني بحيث أنها تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة المقترحات الثلاثة دي الحزب ينقشها وبينرسها حالياً بحيث أنه يقدم مقترحات أو تدابير مفصلة للإقتلاف الحكومي تمهيداً أن يدرسوها يمكن يحطوها في الميزانية حيبان بس هي يعني مقترحات كويسة مش وحش مش وحش بالضبط زي ما قلتلك أي مقترحة أو أي حاجة أي إضافة منضفها عشان أنك تقدر تتحمل الغلاء المتعدد دا اللي بيحفر حالياً يعني دي حاجة إيجابية مم دا حقيقي أي حاجة أي حاجة في كيسة أبا والله أي حاجة هتكون فيها بالضبط بالضبط الناس محتفقة بس لكل يورو يتوفر له حقيقي والله حقيقي طب كان فيه نقطة كنت عايزة تتكلمي فيها لما تتكلم الزبط هي نقطة ومنجدة في نفس الوقت تفضلي دلوقتي مؤخراً في تقرير جديد صدر عن وضع النساء المهاجرات من خارج الاتحاد الأوروبي داخل في الاتحاد عن وضعهم من معيشة التقرير للأسف بيبين لنا أن النساء المهاجرات من خارج الاتحاد الأوروبي وهو مركز على الفئة دي تحديداً اللي جايين من خارج الاتحاد الأوروبي بيواجهه ما يسمى حرمان مزدوجة أو تحديات مزدوجة يعني الحرمان ده بسبب كونهم نساء وكونهم مهاجرات الاثنين البحث يعني وجد في نتائجه أو أظهر في النتائج بتاعته أن هذه الفئة تحديداً فرصهم في العمل يعني لو حنتكلم على أيرلندا فرصهم في العمل أقل من النساء والرجال الأيرلنديين وكمان من الرجال المهاجرين يعني تقدر تقول أنهم أقل فرص أقل فئة ممكن تحصل على فلصة عمل في نفس الوقت هي فئة الأكثر عرضة أو من ضمن فئة الأكثر عرضة لمخاطر التمييز ومخاطر التشرد دي فعليه كمان أن اكتشفوا في البحث أن وإن كان النساء بيتعرضوا أو أكثر عرضة للعنف على أساس النوع وللعنف المنزلي يعني هما من ناحية أقل فرص العمل ومن ناحية أكثر عرضة للتشرد والتمييز وللعنف النقطة كمان يعني نمكن شديدة الخطورة أن هذه الفئة تحديدا أولئك النساء تحديدا أكثر عرضة للوقوع ضحايا للإتجار بالبشر والاستغلال طبعا لك أنت تخيل لو أن امرأة مهاجرة ووضعها غير قانوني يعني مهاجرة بشكل غير نظامي أو ورقها غير مكتمل ممكن تتعرض لإيه يعني نضيف على ده يعني أضعاف اللي أنا عايزة أقوله أو اللي عايزة أناشده أناشد كل شخص اللي يسمعنا أي شخص يا جماعة عنده أي إمكانية أو هو مستقر في أيرلندا وعنده أي إمكانية أنه يمد يد المساعدة لأولئك النساء ما يتأخرش اللي عنده إمكانية أنه يوفر فرصة عمل لوحدة منهم حتى لو لوحدة ده هيبقى يعني إفادة عظيمة فعلا ليهم ليس بس كده أنت لو مجرد نشرت قضيتهم اتكلمت عن قضيتهم أظهرتها يعني إحنا على طبع نتكلم عن المهاجرين بصفة عامة عن الناجئين وطالب اللجوء بصفة عامة بصفة هذية لفئة تحذيرا هي فعلا فئة ضعيفة جدا من أكثر لفئات ضعفا وماحدش بيتكلم عنها كثير ماحدش يتكلم عن المعاناة اللي ممكن تعانيها إمرأة مهاجرة من خارج الإتحاد الأوروبي ومش بيشتكوا كثير يا هيبة كمان يعني حتى ما تسمعيش حتى يعني الحاجات اللي بتعرضوا ليها دي كلها خلينا نقول إنه أما ما نهمش صوت بالزبط 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 فمجرد إن أي حد تتكلم في محيطه بنشر قميتهم أخرجها للسطحة للدوق هو كده قد إنهم مساعدة عظيمة إحنا في أيرلندا بالعربي ده واجبنا يعني أنا أذا أتكلم عنهم يعني ده واجبنا إن إحنا نبقى صوت ليهم صوت زي ما بنحاول نقدي واجبنا إن إحنا نبقى صوت للمهاجرين للناجئين لطالب اللجوء كمان لازم نبقى صوت لهذه الفئة الهشة أو الضعيفة الأكثر حرمانا فكل واحد فينا كل واحد من أستاذ المستمعين يقدر هو كمان يقوم بدور مساعد لهذه الفئة دي المناشدة بس اللي حبيت أتكلم عنها وياريت فعلا ما ننساش المنزيد صح أنا برضو عايز أقول يعني أكمل على كلامك إن في يعني حتى بعض النساء اللي همهم بيتعرضوا للأذى وللعنف فيه يا جماعة فيه كذا مكان وفيه كذا جهة ممكن ممكن يروحوها وممكن يتكلموا فيها وممكن يبلغوا عن العنف اللي بتعرضوله بغض النظر على العنف دوت أسري أو عنف في الشارع أو عنف عنصري أو كلام ده كله فيه فيه موقع اسمه وده لي رقم تليفون وفيه حتى فيه للرجالة كمان يعني فيه رجالة بيتعرضوا لفايلنس برضو لو عايزين يقدموا فيه فيه موقع اسمه برضو وموقع الشورت ذات نفسه فيه برضو في الموقع عندهم لو دخلتوا عملتوا سيرش أو دخلتوا كتبتوا في هتلاقي برضو كذا خدمة وكذا رقم تليفون يقدروا يخشوا وبرضو في وبرضو في مواقع يعني فيه موقع موقع وزارة العدل الايرلندية يعني لو حد اي حد بتعرض او بيتعرض لاي نوع من انواع العنف باي نوع ايا كان فيه مواقع كتير بيقدم لهم الدعم والمساعدة وانا مش بقول كده بس للسيدات بس للرجالة كمان لانا فيه رجالة كمان بيتعرضوا العنف والاطفال بالزبط والاطفال برضو فيه حاجات كده لو ما يتسكتش عليها يعني للأسف ما بيبقاش فيه مساعدات كتير في بعض الدول العربية او في بعض الدول النامية بس في الدول الاوروبية بالذات اي حد يعني بيتعرض لاي نوع من انواع العنف بيجي له حق بيجي له حق بزيادة كمان سواء انت كت رجل او ست او طفل او اي ان كان الاماكن موجودة وكل الجهات بيدعموك وبيساعدوك بس انت يعني تواصل بس وهتلاقي كل يد العون مع اي حد المهم ما يخافش ويتكلم بالزبط بالزبط دي عيه نتمنى ان لجميع ما تخافوش تتكلموا لو تعرفتوا لأي مشكلة تتكلموا لو تعرفوا حد كمان من هذه الفئة اللي تتعرض لأي عون فتتتعرض لأي تنمية خليكم تتكلموا بالزبط بالزبط انا احاول ان شاء الله لما ارفع حلقة النهاردة على اليوتيوب في صندوق الوصف تحت الفيديو كده احاول حط اللينكات او الروابط بتاعت المواقع او ارقام التليفونات لو حد يتعرض لأي عنف سواء زي ما قلتلك كده عشان جنسيته او عشان دينه او عشان جنسه او او لو كانت سيدة او لو كانت طفل اه زي ما قلتلكم يعني حتى لو لو انتم مش عايزين تدور كتير حتى انتم تخش بس تتصلوا بالشرطة تتصلوا بالجردة تقول لهم بس انا بتعرض لهون فهم بيودوكم للكسم المخصص للموضوع دوت والقسم دوت بيصدقوني بيقوم باللازم يعني لكل لكل الاشخاص ولكل الجنسيات مش مهم تكون ايرلندي او تكون اه مش بغض النظر حتى لو ما معكش اوراق انا يعني هتلاقي يد العون ان شاء الله اه طيب في اي حاجة انا وعت مني النهاردة هيبها ولا كده الاخبار لا كده تمام انا مش اهم اخبار الفترة اللي تاتت اه طبعا مع اعلان الميزانية احنا كلنا منتظرين ومعلقين املنا على الميزانية هيبقى عندنا مناقشات كتير واخبار كتير لان ساعتنا هنبقى بنتكلم عن تدابير التخذت فعلا على ارض الواقع نعمل حلقة الميزانية ان شاء الله اظن الميزانية دي يعني مكتسبة زخم ضخم ما شافتهوش اي ميزانية قبل كده حقيق حقيق انا منتظرين على فرق الزبر بامانة باذن الله باذن الله تلقى يعني تكون مواتية للتوقعات نعمل لها حلقة مخصوصة ان شاء الله الميزانية بتاعتنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طيب انا حابب اشكرك جدا 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 يا هباو زي 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 اي حد من السادة المستمعين انا بستمتع بجد بالحلقة بتاعت النهاردة زياد نفسي عشان بسمع كل الاخبار اللي فاتتني اه اتعارفة طبعا مشاغل الحياة والدنيا وكلنا شاغالين بايدنا وسناننا عشان نعرف نعيش عشان نعرف نكمل اه فلما بقعد كده وبسمع الاخبار دي وبسمع كل التفاصيل دي منك فدي حاجة جميلة جدا فحابب اشكرك وحابب اشكر محمد العربي برضو رئيس تعرير ايرلندا بالعربي وصفحة ايرلندا بالعربي وموقع ايرلندا بالعربي اه اللي موجود في ايرلندا فمتشكر جزيلا جدا يا هبا وعلى تعبك وعلى المجهود ده ده واجبي وارجو اني اكون قديته بشكل جيد والشكر طبعا موصول ليك ولمحمد العربي ومستدر المستمعين وارجو اني فعلا اكون مفيدة لهم طبعا طبعا مفيدة وجدا كمان والله هلف شكر لك هلف شكر هلف شكر هلف شكر مع السلام مع السلام مرة تانية يا عزيزي المستمعين حابب افكركم ان حلقة النهاردة هتبقى موجودة على اليوتيوب اه للناس انا عارف اه انك تتفرج على لايف على الفيسبوك على حلقة زي حلقة النهاردة بممكن تبقى ساعة واكتر لان احنا بنحاول نقول الاخبار المحلية والتفاصيل بتاعتها فا والبودكاست بتاعنا بيبقى يعني ايه فيه تفاصيل التفاصيل يعني فانا عارف الفيسبوك بالذات لما تبقى عادين ما بتعرفوش محد انا زي نفسي ما بعرفش هتفرج على لايف على الفيسبوك ففيه ناس كتير بتبقى عادة رسائل وبتشكر بتشكر بتقول انا والله حتى لما برجع البيت قبل ما نام كده بشغل كده لما بفيه اخبار وكده بالعربي بسيبها شغالة كده في الباكجراوند وبسمع وانا دي حاجة بتبسطني جدا وبتسعيدني جدا اه بنتابع التعليقات بتاعتكم وفيه تيم كامل بيبص على التعليقات دي على اليوتيوب اه لو انا ما ردتش عليكم في حد من الاصدقاء او من الاخوة هيرد عليكم اه ومرة تانية عايز اوجه النداء لكل طاليب اللجوء اللي في ايرلندا يريد بعد انكم لو حد حابب يعمل معانا مدخلة تلفونية على الهاتف او لو حد عايز يتقابل يجي ينا الستوديو ويسجل معانا ونتكلم معاه ويحكي لنا لو مش عايز تطلع بصوتك بس تتفضل عايز تطلع بصوت وصورة انا ما عنديش مانع خالص اه فلو حقيقي حد عايز يوضح للناس اه ويعرف الناس ايه وضع اللجوء في ايرلندا دلوقتي لان دي اكتر حاجة بتسئل عليها بصراح على قناة اليوتيوب بيجي لي كمية تعليقات وكمية اسئلة على موضوع اللجوء اه مش طبيعية بجد فاللي حصل السنين اللي فاتت دا كان في وضعه معروف وكان في نظام اه ماشي البلد بتمشي فيه يعني كنا بنقدر تنقول اه لما بيجي لاجئ بيخش الفلحات الفلانية الاول اه انما دلوقتي الوضع المختلف تماما من ساعة الازمة الاوكرانية والضغط كبير جدا 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 على البلد هنا وبالذات ان ايرلندا صغيرة كلها على بعضيها خمسة مليون فالوضع فوق فوق حد البلد اللي هما مش قادرين يستوعبه ومش قادرين يسكنه ومش قادرين ومش قادرين وبس دوت غصب عنهم يعني الموضوع دوت مش هما اللي مش عايزين اكتيجي او بيتلككوا عشان يرفضوا الناس الوضع غصب عنهم بجد يعني فانا بجد حابب اه واتمنى ان لو في اي حد عايزي تكلم معايا في الحلقة بتاعت بتاعت اللجوء اللي جاية اللي احنا هنعملها ان شاء الله ونشرح فيها عن اخر مستجداد وعايز يعمل معانا مداخلة بجد هبقى شكر له جدا وممنون لي جدا مرة تانية متشكر انكم معانا النهاردة او الليلة وبتسمعونا وان شاء الله نجيلكم في حلقات جاية كتير ان شاء الله ويحدث في ايرلندا وبجد منتظر حلقة البوجت او الميزانية بتاعت السنة الجاية ان شاء الله ربنا يستر بجد مش عارفين هنعمل ايه وان شاء الله في شوية كده في شوية كده لمسات انا عملتها الفترة اللي فاتت في البيت وبجد عملت نتيجة مذهلة في الدفع بتاع البيت يعني البيت بتاعنا اللي انا ساكن فيه من البيوت القديمة اللي بنت زمان وبينشغل الدفاية بعد ما تطفل الدفاية بحاولي نص ساعة تلاقي كل الدفع اللي انت شغلته دوت واللي انت منتظره راح في الهواء كده ففي شوية حاجات كده تغييرات اخدتها من حماية راجل كبير ايرلندي كده عقر كده قال لي على شوية حاجات اعملها فانا ان شاء الله هعمل فيلوج او زي فيديو صغير كده في شوية حاجات ازاي تعملها تقلل مصاريف الكهرباء وفي نفس الوقت اهم حاجة التدفئة بتاعت البيت تحاول على قد ما تقدر تخليها ساكنة جوة البيت من غير ما تتسرب برر البيت بسرعة ده برضو بيوفر عليك سواء انت شغال بتدفل بيت بالايل او بتدفل بالكهرباء وما تنساش برضو للناس اللي بتدفل بيت بالزيت او بالكروسين انت بتستخدم كهرباء كمان يعني في ناس ناسية ان ان البويلر اللي بيسخن الماء اللي بتجري في الرادياترز اللي جوة البيت في ناس ناسية ان البويلر دوت شغل بمطورين على معتاقد في مطور بيدي الكروسين بيدرب الكروسين في التانك وفي مطور تاني اللي هو الووتر بومب اللي بيدخ الماء فدولة دي كهرباء بلص الكروسين كمان يعني انت مش هتوفر زيت بس او كروسين بس اللي انت هتوفر كهرباء كمان عمنا مش هتقول عليكو اكتر من كده مرة تانية متشكر لهبة الله الجماع على المدخلات الجميلة والاخبار بتاعتها الجميلة وعايز اشكر شكر خاص برضو للاستاذ محمد العربي رئيس تحرير ايرلندا بالعربي صفحة وموقع وكل القائمين على ايرلندا بالعربي والله بجد عاملين شغل رائع جدا خشوا على ايرلندا بالعربي اعرفوا كل اخبار ايرلندا بالعربي يوم بيوم ساعة بساعة الخبر على طول اول ما بينزل بيخش علينا على طول في الترجمة بيطلع لكم بالعربي ومتشكر لكم ونقابلكم ان شاء الله وحلقة جديدة من يحدث في ايرلندا كان معاكم احمد سمير من نيو بريج كونتي كيلدير شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة